من ضمن اسئلة اكتشفت بعد ما اتخرجت ان مكتوف الشهادة حاصر على البكاليريوس المحاسبة فقط. هل ده عادي ان ما تكتبش حاصر على بكاليريوس تجارة خصوص المحاسبة ولا بيبقى فيها مشكلة في التعيين? لان اغلب الوظافة اللي بينزل بيتكونوا طربيب بكاليريوس تجارة قسمة محاسبة. عادي جدا انت وريدي خريق قسمة محاسبة. قسمة محاسبة ده بيكون فين? اكيد في كلية التجارة مفيش ملهاش يعني. الا لو فيه كلية منفصل اسمها كلية الاكاونتنج. وده انا على حد علمي مش ما شفتهش. يعني اللي انفصل كلية ادارة الاعمال. كلية بكاليريوس ادارة الاعمال. لكن بكاليريوس هنا بياخد التخصص اللي حضرتك درست فيه. فضع ده في الاعتبار وانت بتتكلم على البكاليريوس فقدم لو لقيت حد طلبين بكاليريوس تجارة قسمة محاسبة. قدم فيها. وربنا يكتب لك اللي في الخير. اه وعادة انت ما دام انت تتخرجت من كلية هتلاقي قسم المحاسبة فده باكاليريوس فباكاليريوس المحاسبة بيغنى على هذا الموضوع. ويا ربنا وفقك واكتب لك كل خير. خلي بالكوا قسم المحاسبة مش موجود لف كلية تجارة. مش هتلاقي مسلا كلية اداب قسم المحاسبة. مش هتلاقي مفيش. فبالتوفيق ربنا وفقك وما تشغلش نفسك بالحاجات دي ولا توتر نفسك. قول يا رب وربنا وفقك واكتب لك كل خير.